في ظل الحرب الدائرة في اليمن تسعى الميليشيات الحوثية للهيمنة على الأراضي وبناء مجمعات سكانية لترسيخ نفوذها وتمويلها وتعمل على إقامة ما يسمى بمديرية صنعاء الجديدة أو الكنتونات الطائفية كجزء من مخططاتها لإحاطة صنعاء بحزام طائفي في ظل معاناة السكان من انتهاكات الميليشيات المستمرة لحقوقهم وأعلن الإنقلابيون إنشاء ما يطلق عليه مديرية صنعاء الجديدة التي تشمل أجزاء كبيرة من مديريتي سنحان وبني مطر وهو ما اعتبره خبراء قانونيون تدخلاً في التقسيم الإداري في حين اتهمت شخصيات اجتماعية المسؤولين عنه بالسعي للاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين وبدأ المكلفون بالمشروع في الخروج إلى الميدان لإحصاء الأراضي والعقارات في المنطقة وجمع بيانات عنها في خطوات أثارت قلق أصحاب الأراضي والعقارات في المنطقة التي تقع جنوب صنعاء وأفضت مصادر لصحفة الشرق الأوسط بأن المدعو محمد الحوثي هو صاحب الشركة العقارية المسمى مجموعة الديار الدولية العقارية لبيع وتخطيط الأراضي السكنية التي ظهرت مؤخراً في أوائل عام 2021 وتقوم بالإشراف والتنفيذ للعديد من المشاريع العمرانية في صنعاء وصعدة والحديدة بما في ذلك مشروع مديرية صنعاء الجديدة كذلك يدير القيادية الحوثي أحمد حامد وهو مدير مكتب المدعو مهد المشاط مشروعاً باسم هيئة تسكين المجاهدين بهدف تنظيم سلطتها على الأراضي حول صنعاء لتمليك عناصرها القادمين من محافظات أخرى عقارات ومساكن ترجمة نانسي قنقر